أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو قد قدم للمجلس الوزري الأمني المصغر وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة وقالت الهيئة إن وثيقة نتنياهو تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمنية كما تتضمن أيضا إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية مشيرة إلى أن وثيقة نتنياهو تنص كذلك على بند إغلاق وكالة الأونروا وأن تحل محلها وكالات إغاثية دولية أخرى يأتي ذلك فيما أكدت الهيئة أن وزراء المجلس الوزري الأمني المصغر لم يصوتوا بالموافقة على وثيقة نتنياهو